بسم الله الرحمن الرحيم المحاضر الماضي يا شباب بلشنا نحكي عن التايمر بالبيك ماكرو كنترولر الآن زي ما حكينا يا شباب العديد من التطبيقات والأبليكيشن تحتاج إيش لتايمرز أو كاونترز وبالتالي كل البيك ماكرو كنترولرز اللي موجودة عندنا الآن فيها مجيول داخلي وهذا المجيول هو تايمرز ويستخدم كإيش كاونتر وبالتالي هذا الكاونتر أو التايمر بيشتغل أوكي داخل المايكرو كنترولر الآن يا شباب خلينا نشوف تفاصيل هذا الكاونتر أو هذا التايمر اسمه تايمر زيرو أوكي نحكي عن هذا المجيول بالتفصيل اللي موجود بالبيك ماكرو كنترولر التاعنا وكمان خلينا نحكي عن كيفية التحكم فيه وكيفية كيف هذا الكاونتر ونعمله configuration الآن زي ما حكينا يا شباب البيك ماكرو كنترولر التاعنا اللي هو 16A84A في تايمر 1 اسمه تايمر 0 طبعا في بعض الماكرو كنترولرز فيها تايمر 1 وتايمر 2 كمان إضافيات لكن إحنا الماكرو كنترولر تانا فيه فقط تايمر 0 طيب الآن هذا التايمر 0 هو عبارة عن 8 bit حيو عبارة عن 8 bit ومتصل بالداتا بس مع باقي مكونات الماكرو كنترولر تانا الآن هذا التايمر أو الكاونتر 8 bit فبالتالي بده يعد من 0 ل 255 وبالتالي هيك التايمر تانا لما الآن هذا التايمر يتعبى ويبلش عد من جديد فمش بوك مع مين مباشرة هذا رح يعمل أوبرفلو وربالتالي رح يعمل 6 للإنترابد فلاق اللي هي T0IF رح يعملها 6 في حالة أوبرفلو إذن مباشرة هذا التايمر لما يتعبى ويبلش من الصفر مرة ثانية مباشرة أوتوماتيكلي مشبوك بحيث أنه يعمل 6 للT0IF هاي فلاق اللي موجودة بالإنترابد كنترول ريجستر ومباشرة إيش بعملها واحد هذا في حالة صار أوبرفلو طيب الآن خلينا نشوف هذا التايمر كيف بيعد أوكي؟ أكيد بعد 0-0-0-0-0-1-0-0-1-0 إلى آخره أوكي؟ وبالآخر لما يوصل الـ maximum value برجع يعد من الصفر طيب الآن هذا الـ bit أو هذا الـ 8 bit counter أوكي؟ الآن إلو أو يحدد إلو بعض الخصاص الآن انتبهوا خلينا نشوف شو هاي الخصاص الآن انتبهوا يا شباب الآن هذا التايمر ممكن نشبكه مع كلوك بشكل دائم أوكي؟ يعني كلوك ثابته وهي عبارة عن الفريكونسي اللي بيشتقل عليها المايكرو كنترولر تقسيم أربعة أوكي؟ يعني الفريكونسي اللي بيشتقل عليها المايكرو كنترولر تقسيم أربعة هي اللي تكون الـ input للتايمر تاعنا شو معناها؟ معناها كل كلوك رح يزيد هذا الكاونتر بـ HB1 وبالتالي ممكن إذن التايمر تاعي هذا يزيد وحدات كل كلوك أوكي؟ كل كلوك بتيجي من وين هاي اللي كلوك بتيجي؟ من الـ internal clock نسميها تمام؟ بهاي الحالة رح نشبكه مع مين؟ مع اللي كلوك تبعات المايكرو كنترولر في عندنا كيف منحدد هاي الـ bit؟ في عندنا يا شباب أوكي في عندنا بالـ option register في عندنا يا شباب option register هايو عبارة عن 8 bit في bit اسمها T0CS هايها T0CS اللي هو bit رقم 5 هاي بتحددلي timer 0 clock source select bit هاي بتحددلي clock source فإذا كانت هاي الـ bit كانت 0 قيمتها معناته رح يـ clock اللي رح يشتقل عليها هو عبارة عن internal instruction clock اللي هي clock out بنسميها تمام شباب؟ اللي هي عبارة عن frequency تقسيم 4 أوكي؟ تمام الآن وبالتالي يا شباب إذا إحنا هاي TCS0 كانت 0 معناته لـ frequency تقسيم 4 اللي هي إحنا بنسميها internal instruction clock هي اللي رح تكون مشبوكة مع مين؟ مع هذا timer شو معنى مشبوكة مع هذا timer؟ يعني كلك لك بتيجي رح هذا timer يزيد بواحد وبالتالي إذا قلت لكو بدي أعمل مثلا أحدد delay معين أو أحدد زمن معين أوكي؟ الآن بإمكانة إذا إحنا عرفنا frequency وتقسيم 4 قديش زمنها بقدر أعرف هذا timer أمنيت بعمل إيش overflow رح نشوفها على كلها دكتور هلأ كل أنه كل أربعة cycle رح يعد واحد timer؟ أيوة كل أربعة كل أربعة frequency هاي اللي بتيجي من أربعة اللي بتيجي من البرة يعني frequency تبعات المايكرو كنترولر كل ما ييجي أربعة clock بعدة timer بواحد بالزبط هيك معنى تقسيم أربعة تمام؟ أوكي إذن لفريكونسي هاي تيجي بترد ها هي واحد اثنين هاي ثلاثة هاي أربعة هاي خمسة ستة سبعة ثمانية مثلا وبالتالي هاي لوك لوك الأولى هاي افترضنا إنها F وصليتو وهاي ثانية وهاي الثالثة وهاي الرابعة أوكي وبعدين كل أربعة اللي تاليات فبصير كل أربعة clock هيك معنى تقسيم أربعة كل أربعة clock يعد كاونتري واحد يعد كاونتر ناب واحد الآن يا شباب بهاي الحالة بما أنه الفريكونسي أوكي الفريكونسي لازم بنقسمها على أربعة وهي بتكون الكلوك تبعة التايمر زيرو تاعي وبالتالي معناته بهاي الحالة أول أربعة كلوك أوكي راح يعد التايمر زيرو تاعي بواحد ومعناته هاي لكلوك الكاونتر بزيد بواحد ثاني كلوك الكاونتر بزيد بواحد ثاني واضحة هيك معناها هاي معنى تقسيم أربعة تمام الآن حسب الشرح اللي هون إذا كانت الكلوك سورس اللي هي البت رقم خمسة تمام التاي زيرو كلوك سورس إذا كانت قيمتها واحد تمام بيكون الترانزيجن أون بورت اي فور تي زيرو كلوك ايش معنى هاي 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 شباب الماكرو كوتولر إلو بين أوكي البين رقم أربعة ببورت اي بردت تستخدم كالتايمر جيرو كلوك هاي إكستيرنل اوكي هاي عبارة عن الك judوك وبالتالي بهاي الحالة إذا كانت اللي هي تي زيرو قيمتها واحد معناته لا بايش بهاي الحالة رح تكون الإكستيرنل الإكستيرنل البنت اللي بيفوت عبر هاي البن هاي بن رمز البن إذا فات عبر هاي البن هو رح يكون ايش هو رح يعمل الترانزيجن أو هو اللي رح يزيد لقيمة الطايمر بواحد وبالتالي بهاي الحالة ممكن نستخدمه كاكاونتر كعداد يعيد لي عدد البلسز اللي بيجين لي من وين اللي بيجين لي من برا تمام يا شباب هيك رح يكون طيب إذن إذا كانت تاي قيمتها واحد معناته بهاي الحالة اللي رايح يشغل الكاونتر وخليه يعد هو عبارة عن هاي الانبوت اللي بيجيني عبر هاي البن أوكي الآن وبالتالي معناته إذا بدي أبرمج الكاونتر هذا أو الطايمر يصيري عد بناء على الانبوت البيجي من هون شو لازم أعمل؟ لازم أبرمج هاي البن كانبوت ملناش ننساها وبالتالي الطايمر بتاعي بصيري عد حسب البلسز اللي بيجين من الانبوت مش من الكلوك تمام يا شباب أوكي طيب الآن إذا بتلاحظوا البن هاي T0 كلوك الانبوت تاي اللي بتيجيني اللي هو الاكسترنال الاكسترنال كلوك انبوت أوكي للتايمر زيرو أوكي في الها T0SE T0SE شو T0SE T0SE ليهو البت رقم أربعة بالاوبشن ريجستر هايها هاي شو بتعمل هي اسمها timer zero source edge select bit هاي بتحدد للedge رح نشتغل عليها هالصح هنا على هون إما رح تيجيني edge rising edge أو falling edge طب السؤال تاعي الكاونتر هذا أو التايمر رح يزيد بواحد على rising ولا على falling مين بحدده هاي البت فإنتوا بالبداية بتحددوها هالصح هي by default شو بتكون واحد ترى هايها حسب اللي أمامي حسب الرسم اللي أمامي ومكتوب واحد معناها by default واحد شو معنى واحد increment on high to low transition تمام high to low يعني high to low معناته إذا إجاني هذا الانبوت high ولو يعني على falling edge معناته هنا رح هذا الكاونتر أو هذا التايمر يزيد بواحد إذا كانت هاي البت صفر أو حطيتوها انتوا صفر رح يصير عملية increment on low to high transition يعني عملية الانتقال من low to high يعني على falling edge على rising edge عرفا وبالتالي على rising edge معناته رح يصير إيش عملية إيش الانكليمنت للكاونتر وبالتالي لما تيجي هون على الانبوت تيجي rising edge الآن وإحنا مختارين T0SE مختارينها واحد معناته بهاي الحالة التايمر رح يزيد بواحد كي شباب إذن هاي وظيفة T0SE طيب هاي نسميها internal فبالتالي الكاونتر بصير كل أربعة من F-O من F oscillation كل أربعة بزيد بواحد هيك بصير يشتغل إذا كان إذا إحنا بدنا يشتغل على على انبوت خارجي أوكي شو منيجي منعمل منعمل هاي T0 click select منحط أو click source عفوا منحط واحد ومنحدد هون الage اللي مننشتغل عليها لهذا الانبوت يا صفر يا واحد تمام وبالتالي مثلا أنا أحدد وصفر بهاي الحالة الTImer رح يزيد بحسب مين حسب معناته الانبوت فكل ما إجتني click أو عفوا كل ما إجتني rising edge زي هيك معناته هذي الcount رح يزيد بواحد أوكي هيك رح يصير فعلي الآن يا شباب في عندنا أوكي داخل المايك الكنترولر أوكي في عندنا يعني سيركت اسمها pre-skill أوكي وهي programmable وإلها ثلاث بتات يحدد قديش مقدار لpre-skill تمام الآن بناء بناء علي الكاونتر تاعي هذا أو التايمر تاعي ممكن أفوت عليه أنا الانبوت ب معمول له يعني لحظوا الانبوت اللي بفوت سواء من يعني الانبوت تاعي اللي بفوت اللي ممكن يفوت مثلا من الاصليتر ممكن أفوت زي ما هو أو ممكن أعمله بري-skill يعني مثلا شايفين هون هذا الانبوت افرضوا هو اللي بد أفوته على التايمر تاعي فبالتالي كل أربعة كلوك بناء عليه كل أربعة كلوك من الاف frequency بزيد العداد بواحد فممكن هذا أفوته أحدده أو أفوت تايلك بشكل مباشر فكل أربعة كلوك من الاف oscillator بزيد التايمر بتاعي بواحد أو ممكن لا أعمله بريسكيل كيف يعني بريسكيل يعني أبط نتبه يا شباب أبط الكلوك تاعيتي أبط بالاعتماد على هذول الثلاث بيتات الرجل تعقل التبطيق النسبة التبطيق إيش بتعتمد بتعتمد على هذول الثلاث بيتات وين موجودات هاي بالoption register انت بتحددت يعني انت بتحددوه مسبقا وبنان عليه ال-PSA هاي بت اللي هو اسمها pre-scale assignment بت إذا حطيتوها صفر معناته رح نعمل pre-scale is assigned to timer zero وبالتالي بهاي الحالة إذا كانت هاي صفر هاي إذا كانت صفر معناها timer ال-input اللي رح نفوته عليه معموله pre-scale إذا كان واحد معناته رح يفوت ال-frequency رح تفوت بدون ما نعملها pre-scale يعني كل أربعة كلوكات كل أربعة كلوكس من الأصليتر رح يزيد هذا بواحد طب شو معنى pre-scale اتطلع عليش حسن لو لو انتو مختارين هذولك التالي حاطين هني شباب هاي هني صفر 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 زيرو 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 ومختارين ال-PSA اللي هو pre-scale assignment مختارين زيرو يعني انتو هون حطيتو زيرو شو هن بقول لي بقول لي انو timer zero rate رح تكون نص واحد الاثنين عفوا واحد الاثنين شو معنى هذا الحكي تبهي شباب معنى لما انا هون بفوت عند ال-input تايو طبعا رح يتوزع لهون ولهون بما انو PSA صفر معناته هذا الناتج ال-be-re-scale هو اللي رح يفوت على timer ايوه معناته هذا ال-frequency اللي جتني هون ال-instruction frequency اي frequency تقسيم اربعة منسميها instruction frequency او ال-instruction cycle نسميها هالسحاية رح تفوت على ال-programmer skill الان شو قيمته صفر 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 معناته هون رح هاي مبرمجة انها تعمل ال-signal او اللي بتطلع واحد الى اثنين شو معنى واحد الى اثنين ايش معنى شباب واحد الى اثنين يعني رح نبطل اوكي رح نبطل ال-clock تاعتي بمقدار ايش بمقدار اثنين يعني كأنه رح نقسمها على اثنين هيك المقصود يعني رح تصير ثم من ال-frequency التبع اه يعني اذا هاي ال-f-o-c كانت مثلا قيمة الان اول احنا نقسمها على اربعة بعدين اكي منيجي هون نقسمها اثنين فبالتالي قدش بتصفي كأنه احنا قاسمينها على ثمانية وبالتالي رح اصير كل ثمانية يكلوك رح الكاونتر تاعي اعد بواحد كل ثمانية يكلوك طبعا احنا ليش بنبطقه احيان الشباب انتوا بتكو مثلا تحسبوا سرعة سيارة معينة اذا استخدمتوا تايمر وثمانية بيت التايمر بسرعة رح يعمل ايش مش رح اقدر احسب الوقت بدقة وباشرة الوقت بمشي فشو باجئ انا بعمل ممكن ابطق لكلوك بحيث فاضل التايمر يعد ببطوء بحيث يصير يعد ببطوء وهيك بقدر انا مثلا احسب سرعة سيارة او احسب مثلا ديلي معينة فبنقدر فهوش بنجيجي بنعمل هنا نستخدم لتبطي اللي ايش بتعمل اللي بتعدي اللي بتعدي اللي محتوى التايمر سياري تمامي شباب اوكي الان وبالتالي كل ثمانية من الاف او سي اذا كانت تاي صفر 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 طبعا اكيد الاربعة بصير كل اربعة كلك لما تيجي هون بتقسيم اثنين بصير كل ثمانية كلك معناته اوكي بصير كل ثمانية كلك تايمر زيرو يزيد بواحد طيب خلينا نشوف يا شباب رسمي ثانية لتايمر تاعي هاي رسمة اوكي نفس الاشي طبعا نفس الرسم السابقة رح خلينا نحللها بلو هذا بترجستر هذا التايمر بعد لما لما يعبي ويبلش عد من الصفر بعمل بصير عندنا اوبرفلو فمباشرة تايمر زيرو اي اف فلاك بصير واحد تمام هسا هذا التايمر الانبوت تاعه اللي بعمل له زي يعني الانبوت اللي بيجي او الكلك اللي بتيجي اللي بصير يزيد بواحد اوكي اما بتيجي من الكلكنا من الكلك تاعيتنا من الكلك تبعت الماكرو كنترولر او بتيجي خارجي وبالتالي الو tool source هاي السورس الاول طبعا هاي الاسوليتر بفوت على البن تبعت الماكرو كنترولر وبيفوت على الاسوليتر الداخلية هاي لاحظوا هاي الكلك كيف بتفوت الان بقسمها على اربعة فبصير ابطأ بصير ابطأ تمام اذا التايمر تاعي اما بتجيب له الاسوليتر الداخلية يعني بفوت هاي تمام هاي من هون طبعا اما بهاي الحالة من ممكن نعمل بريسكيل او بدون بريسكيل فبالتالي اذا بد بدون بريسكيل بفوته هيك وبفوته على التايمر الآن كل كلك بتيجيني من هون كل كلك بتيجي من هون او كل اربعة كلك بيجين من هون رح التايمر تاعي يزيد بواحد طبعا اوكي هيك بصير اذا حابين هذا تعملوله طبعا انتبهوا بس لحظة خليل نعمل الان انتبهوا الان اذا انتوا بدكم اللي سويتش هذا تاخذوا من هون معناته لازم TCS0 T0SC الان يا شباب لازم يكون T0CS اوكي اللي هو كلوك سورس بهاي الحالة لازم يكون صفر اذا كان صفر معناته هو يكون الان اذا لازم الان ايش تكون لاحظو حسب الرسم الامامي اذا كانت صفر بكون احنا بنعمل بلي سكيل اذا كانت واحد طبعا واحد يعني اللي تحت واحد يعني هون هذا يعني بكون الاسويتش لتحت هذهك معناها واحد وبالتالي رح يكون عندنا timer 0 هو اللي رح نشبكه مع ال oscillator بشكل مباشر تمام الآن يا شباب إذا أنتوا بدكوا يدخلوا من ال oscillator من internal clock تمام بدكوا تفوقتوا clock تمام وتعملوا لها بريسكيل طيب شو لازم نعمل لازم نعمل هذا 0 بنشبكوا هون فالT 0SC بحطه 0 هذا 0 طبعا هايو بفتون بريسكيل معناته بلازم عمله 0 بي اس اي بختاره 0 وبالتالي معناها رح يشبك هذا ال switch هون هيك بالشكل هات وهذا ال switch ينشبك بالشكل هات تمام هسع بناء عليه ال clock اللي بتيجينا يا شباب هاي ال clock هايها بتفوت ال oscillator نقسمها على 4 بتفوت حبر هذا ال switch تمام اش رح تمر من هون أكيد رح تمر من فوق تمر هيك تمام نعملها بريسكيل حسب البتات تبعاتنا هذولا اللي احنا هون محددينهم تمام وبعدينك برجع وين على الطايمر تاقي في اوكي على الطايمر تاقي وبالتالي طايمر 0 بناء عليه رح كل اربعة كلك من الاصلية تربيجن اوكي بنعملهن بريسكيل بالبداية بعدينك بناء على عليه بزيد الكاونتر او هذا الطايمر بواحد كلك لك بتيجي بزيد بواحد طبعا كلك لك بتيجي من هون بعد ما نقسمها على أربعة ونعملها بريسكيل اوكي اذا هذول البتات لازم احنا نعملهم نعملهم ست او ري ست حسب اللي احنا بدنا اياه يا شباب طب في اشي اسمه دوك تايمر هذا تايمر له وظيفة معينة كناش نحكي عنه طب اما يا شباب اذا احنا بدنا نشبك مثلا نشبك التايمر بدنا نخليه كاونتر يعني عدلي بلسز جايات من برة من اكستيرنل فبهاي الحالة في بن هيها بن اللي هو بورت اي فور اوكي وهي اسمها تي زيرو تي زيرو كلك هاي يا شباب البن هي عبارة عن سيجنل اكستيرنل سورس راح تعتبر راح نعملها كنفجريشن كإنبوت تمام هاي يا شباب هي اللي هي اللي بناء عليها اذا كل ما تيجي لكلوك راح يزيد هذا الكاونتر بواحد بس شو لازم نعمل لازم نعمل التالي اول اشي لازم نحدد السورس تعنا فالتي زيرو كلك سورس لازم اختارها صفر لازم اختارها واحد افوا اذا هاي بحط واحد بناء عليه اذا حطيناها واحد معناته هذا الاسويتش راح يسكر طيب افرضوا ما بدي البي سكيل فبختار راح تشبكون وهاي راح تشبكون وهاي راح تشبكون هاي معناه واحد تمام يعني راح يسكر هذا الطريق تمام الخطوة الثانية بدكم على الرايزنج اج ولا على الفولين اج الكلوك اللي بتيجيني الاكستيرنال سورس هي السيقنال اللي بتيجيني مثلا ايا بدنا ايا على الرايزنج اج فباج شو بعمل بحط واحد فبالتالي راح تصير تشتغل على هاي اللي هون الكلوك على الرايزنج اج تمام طبعا هاي وين نحددها بال تي زير اس اي فبهون باج بحط واحد بناء عليه طلعوا اذا اجتني الان كلوك من هون عبر هذا البند هذا البند طبعا بوصلوا مع العالم الخارجي مع سويتش معاي ايش بدية تمام فاذا اجاني كلوك زي هيك مباشرة هاي الكلوك لما تيجي راح تفوت تون معناها راح يكتشفها هنها رايزنج معناها راح يمشيها بعدينك راح يفوتها هون عبر هذا الباث ورح يمررها ورح يمررها لتايمر زيرو وبالتالي تايمر زيرو لما يلاقي اجته البالص يرح زيد بواحد وبالتالي ممكن احنا نستخدم الاكستيرنال سورس يا شباب كايش اكستيرنال سورس ممكن احنا نستخدمها anka يعني يعني ممكن احنا نستخدم هاي الاكستيرنال سورس ككاونتر كاونتر بعد أحداث معينة مثلا هاي شباب بالنسبة للتايمر أو تايمر 0 اللي عندنا موجود بالبيك ماكرو كنترولر وبالتالي يا شباب بناء على لما البيتس 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 اي از كليرد هاي يعني كليرد نعبيها صفر وبالتالي بهاي الحالة وبالتالي بناء عليه الانبوت اللي بيجي بغض النظر سواء الانبوت اللي بيجينا بغض النظر من شو السورس تاعة رح يفوت هيك طبعا رح يفوت من هون هاي ورح يمشي بهذا البعض ورح يفوت عبر البري سكيل ورح يرجع ويروح وين للطايمر وبالتالي الطايمر زيرو رح يعد بناء عليه بس بعد ما نعمل له بري سكيل للكلوك تاعتنا أما لما البي اس اي از ست لما البي اس اي تكون واحد أوكي بهاي الحالة البي اس كيل از اصاين تو دو ووتش دوك تايمر لهذا الطايمر يعني مش للطايمر زيرو هذا الطايمر ثاني ما حكيناش عنه ولا عن وظيفته بس فعلياً لما يا شباب الـ PSA تحطوه أنتوا واحد مباشرة الـ Input اللي بيجيني تمام رح وين طبعاً هذا الباث مسكر تمام أوكي وبالتالي معناته رح يمر عبر هذا الباث وروح على Timer 0 وبالتالي بهاي الحالة Timer 0 رح يجي الـ Input بدون ما نعمله بريسكن إذن الـ PSA 0 معناته الـ Input تبع الـ Cluck تبع التـ Timer 0 بنعملها بريسكن أو الـ Input بنعملها بريسكن أما إذا الـ PSA قيمتها واحد إحنا حاطينها واحد بالتالي بهاي الحالة الـ Input اللي بيجيني ما بنعمله بريسكن يعني بكل بريسكن مش مش بشبوك مع مين مع التـ Timer تماماً يا شباب أوكي طيب الآن يا شباب حتى نفهم الموضوع بشكل أحسن خلينا نشوف مثال طيب الآن خلينا نشوف مثال على Timer 0 الآن انتبهوا يا شباب بدنا نستخدم Timer 0 as Counter لما نحكي يا شباب as Counter معناته مننا نشوفكم مع External Input يعني مننا يعدننا أحداث خارجية وبالتالي الـ Counter تاعي معناته بشوفكم مع External Counter مع External Input طيب وين الـ External Input هايو الـ Big Micro Controller هايو يا شباب هايها البن البن رقم ثلاث هاي هي هي المن خلالها بدخل الـ External Input هاي طبعاً هاي البن يا شباب هي عبارة عن بن بن رقم ثلاثة تستخدم كبورت كبورت بن رقم أربعة ببورت أو كتايمر زيرو كلوك External هاي عبارة عن External Input لمين للتايمر زيرو اللي هو هي هاي شباب هاي البن External Input معناها بس مننتبه سعب من بن بنجه هاكي Input طيب الآن برنامجي هنا في عندي عداد جوه المايكرو جوه المايكرو كنترولر اسمه Timer زيرو ثمانية بت لأن هذا العداد يا شباب بعد لأن كل ما تيجينا كلوك بدنا هذا العداد يعد بواحد وبالتالي قيمة العداد بتعبر عن البلسز اللي بيجيني عبر مين عبر External Input طيب الآن شوفوا شو بد أعمل بدي أعمل التالي الآن خلينا نعمل Configuration للتايمر تعنا أوكي ننحدد إيش البتات ونحدد كيف هذا التايمر بده يشتري الآن اتفعوا علي يا شباب الآن يا شباب خلينا ننفذ هذا البرنامج أوكي الآن أوكي أول جملة اللي هي جملة include هاي يا شباب زي ما حكينا سابقا هاي الجملة فيها أو هذا الملف فيه تعريف تعريف أوكي لكل ملف لكل الجسترات وأسماء البنز اللي موجودات فيه فبالتالي رح نضمنه للبرنامج تاع تمام الآن برنامج تاع رح يبدأ نتفذ الآن هو موجود على origin zero أوكي الآن أول خطوة رح نعملها رح نعمل الانشاليزيشن تمام إذن نعمل الانشاليزيشن بالبداية شباب رح نبرمج بورت A وبورت B فشوفوا كيف ننبرمج بورت B وبورت A وبورت B ما نحدد هلين input أو output وبالتالي بناءًا عليه رح نكتب بالترايز A والترايز B وبالتالي بناءًا عليه أول خطوة إذن رح نختار أو نعمل select للميموري بانك فبعمل الآن bit 6F status RB0 الآن هاي رح تحط لي بالRB0 رح تخليها واحد وبذا أنه بالتالي صار واحد معناته الآن إحنا قادرين أنه نكتب على ترايز A وترايز B هاي أول خطوة الخطوة الثانية بناء نكتب بالترايز أو بناء نعمل بناء نكتب بالترايز A الورت التالية فكيف بنا نكتبها أوكي بنقول move الW هذا هاي الورد ممتاز إذن هاي الورد اللي عبارة عن 000011000 بنا نكتبها بالترايز A فبالبداية بنقولها على الوركينج ريجستر بعدينك بنقول الوركينج ريجستر إلها وبالتالي الآن move الوركينج ريجستر اللي هو في هذا المحتوى على الترايز A الآن الترايز A شباب رح يصير فيه هاي هاي البايت هذا البايت بناءً عليه معناته شو رح يكون رح يكون 0123 معناها بورت A البن تاعة بورت A الثالثة والرابعة رحات يكون الانبوت معناته هاي رح تكون انبوت وهاي رح تكون انبوت تمام إذن 0123 واربع إذن الثالثة والرابعة إذن بس ما ننتبه يا شباب إنه لا الرابعة يعني هاي أهم وحدة ليش لأنه تي لأنه إحنا التايمر تاعي بده يشتغل على external input يعني على انبوت خارجية وبالتالي هاي لازم نعملها وحد هيك بالتالي بيكون برمجنا البورت هسا بورت بي بدي أبرمجه كأوتبوت طبعا ليش هون بدي أبرمجه كأوتبوت بالمثال تعنا هذي شباب قيمة الكاونتر بعرضها على بورت بي قيمة الكاونتر بدي يعرضها على بورت بي وبورت بي ممكن يكون مشبوك مع لجز أو أي شي ثاني وبالتالي بهاي الحالة بنا نعرض قيمة الكاونتر على بورت بي فبالتالي عاملين إحنا بورت بي كأوتبوت فكيف بعمله كأوتبوت بنقل على الوركينج ريجستر الصفار وبعدينك بنقل الوركينج ريجستر على ترايز بي معناته بهاي الحالة رح يصير عندي بورت بي كله أوتبوت كله أوتبوت أوكي هذ بالبداية من الحد إذن رح يصير أوتبوت كل بيت تاتو طبع ليش أوتبوت زي ما قلت لكم وإنه نعرض محتويات التايمر كل مرة عليه تم الآن الخطوة اللي وراها يا شباب بدنا نحدد ونعمل وانشاليزيش للتايمر تعنا أيوة بدنا نحدد تايمر تعنا بدي أحدد كيف بدي يشتغل إحنا زي ما قلنا بدي يشتغل على صح على شو معناها على معناها شو بنحط بالت زي بالت زير هاي البت شو بنحط فيها يا شباب بناء على التابل هذا بالت زيرو اس كلوك سورس إذا بدي تشتغل على 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 انبوت جايلي اكستيرنا من الخارج أو على بورت اي بين أربعة وعلى تي زيرو كلوك لازم تكون واحد إذن لازم نحط واحد إذن هاي من حط واحد ضروري تمام يا شباب نقطة ثانية أوكي شباب إذن بدنا يشتغل التايمر تعنا على البوزيتيف اتج تمام على البوزيتيف اتج شو لازم نعمل طلعوا يا شباب أي بد بتحدد بتحدد البوزيتيف أو البوزيتيف اتج هاي هي تي زيرو اس اي البت رقم اربعة إذن إذا بدي أشتغل على البوزيتيف من لو تو هاي إذن لازم أعملها صفر إذن لازم نعمل هاي البت صفر كمان يا شباب إحنا ما بدنا بريسكيل نو بريسكيل معناها ما بدنا نشبك بريسكيل مع التايمر تاعي معناها ما نشبك مع الووتش دوق taimers صح وبالتالي بهاي الحالة بما أنه ما بدنا بريسكيل تمام بما أنه ما بدنا بريسكيل للتايمر معناها بحط واحد فيها تمام فالآن شو باجي بحط هاي البت بنحطها واحد البي أس هاي بنحطها واحد إذن شو بدأت صفي الآن الورد اللي بدأت حطه راح تصفي هذا غير طبعا صفر صفر واحد صفر واحد وثلاث صفار إذن هيا إذن هذا البيت أول شيء ما نحطه وين يا شباب بالoption register خلال ما نحطه فبالتالي الآن شو ما نجيب نحكي له move lw هذا البيت راح نقول لي يا للworking register وبالتالي الخطوة اللي وراها بنقول الworking register لوين يا شباب للoption register وشو حاط لي هون بس timer zero ليش حاطي timer zero مش المفروض حط option register الآن حسب المموري اللي خذناها الزمان timer zero والoption register بتشاركوا هاي هم timer zero ترى الرجستر ضمن الرجسترات الموجودة بالمموري والoption register بتشاركوا بنفس الادرس بس كل واحد ببانك وبالتالي إذا أنت كنت مختار بانك one وكتبت على timer zero كأنك أنت إيش عملت؟ كأنك كتبت على option register صح؟ فعليا هذل بتشاركوا بنفس العنوان وبالتالي يا شباب إذن move wf لتايمر zero الآن بما أنه إحنا بالبانك one بهاي الحالة يا شباب هذا الرقم اللي كتبناه هنا تمام؟ هذا الرقم اللي هو بالworking register هذا البايف رح ينتقل الآن للoption register بناءً عليه وبالتالي شو رح ينحط؟ رح ينحطونا zero zero واحد zero واحد zero 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 هيك رح ينكتب بالoption register الموجود عندنا بالميموري بناءً عليه هذولا رح هات يعمل لنا إيش؟ configuration للتايمر تاعنا إذن بناءً عليه التايمر تاعي T0 رح يحصل على الانبوت تاعه من وين؟ من اللي كلوك الخارجي الآن كل positive edge بتيجي طبعاً كيف بعرف من هون من هذا البتات اللي موجودة هون هي اللي بتحدد تهيئة هذا الكاونتر كل كلوك بتيجي العداد بزيده بواحد كل كلوك بتيجي العداد بزيده بواحد تماماً شباب الآن بعد هيك يا شباب بقول لي move LW04 بوديلي 04 على الworking register وبعدينك بوديلي ال بعدينك بيبعثلي الworking register لport A طبعاً هذا هو جزء من برنامج يا شباب تمام هذا بعمل switch on لليد أوكي هذا بيشعلي أو بيضويلي ليد موجود على البورد تبعاً اللي موجود عليها الماكرو كنترولر هاي شو بعمل لي؟ بيوديلي ون يعني 4 شو معنى 4 001 00 00 00 بيوديلي 4 على بورد A وبالتالي بناءاً عليه إيش راح الone هاي تطلع وين تطلع على ليد موجود على البورد ويشغل هذا الليد يعني إنه إيش هذا الليد شغال؟ هذا بعني إنه الماكرو كنترولر بتاعنا شغال تمام؟ هايو ليد طبعاً ويتكون وين مشبوك هاي شباب؟ محاية البت لأنه إحنا عاملينها output معناته هاي 012 معناته هذا مشبوك هاي بورد A مشبوك مع ليد الآن هذا الليد بنضوي هيك يعني هذا جزء من البرنامج يا شباب تمام؟ الآن الخطوة الثانية اطلعوا لي الآن الآن انتبهوا بد أكتب كودي كودي شو بعمل يا شباب؟ إيش بعمل؟ الكودي يا شباب كودنا بعمل التالي بيجي كله كلك بتيجي الكامتر بيزيد بواحد وبالتالي هون راح يعمل لوب اللوب شو بتعمل؟ اطلعوا اللوب يا شباب بتنقول لي انتبهوا اللوب بتنقول لي timer 0 لوين؟ لا صفر إيش معنى هاي move at timer 00 هاي شو بتعمل يا شباب؟ هاي راح تنقول لي timer 0 يا شباب على الworking register بعدينك الworking register راح نوديه على port B معناته هاي اللوب يظل دائما تعرض لي محتوى timer 0 على port B انتوا فاهمين شو بصير؟ انتبهوا علي والله النقطة هاي كثير مهمة اول شي ما ننتبه مش احنا عملنا كون في كريش اللي التايمر تعنا هيئنا لان خلص هاذ التايمر راح يصير يشتغل بشكل مستقل عن الماكرو كنترولر تعي كيف يعني؟ يعني هالسا انا مش مسؤول عنه اوكي؟ هذا كل ما تيجي كلوق رايزنج اج بزيد بواحد كل ما تيجي كلوق بزيد بواحد كل ما تيجي بزيد بواحد مدامها مش جاي كلوق مدامو ثابت مدام كل ما تيجي كلوق بزيد بواحد هذا البرنامج بدي تكتبوه بالبيت وتجربوه على البرمجية الانبيلاب والبروتس وتجربوها بلا واشبكوا على تي زيرو كلك اشبكوا بوش بوتن وتجربوا عملوا ايش رن اوكي للبرنامج تاعكم كل ما تضغط البوش بوتن قيمة الكامتر بزيد بواحد اذا الكامتر رح يشتغل بشكل مستقل عن الماكرو كنترولر تمام بس لحظة انا بد الكامتر هذا اعرف اشوفه بعيني اشوفه شو هو بالزبط وبالتالي بهاي الحالة شو مننا نعمل احنا احنا الكامتر تاعنا منظرنا نقرأ ونعرضه على البورت نقرأ ونعرضه على بورت بي نقرأ ونعرضه على بورت بي فبكل بساطة هذا الكود اللي موجود هنا طبعا هذا اول سطرين بشكل اللي هذا الذوق ماشي تمام ما في مشكلة الخطوة اللي وراها كل ما تيجي كلك مباشرة هاي الكلك رح يزيد العداد رح يزيد التايمر زيرو بواحد طيب وزيد بواحد انا هدفي اعرض نتيجته فبالتالي كيف بنعرض نتيجته مننا نعمل لوب ابدية ايضا لها تقرأ ايش تقرأ من التايمر وتعرضه على بورت بي طب ما هو التايمر ريجستر فبالتالي موف اف تايمر زيرو زيرو ها رح تنقللي تايمر زيرو للوركينج ريجستر فالآن محتويات تايمر زيرو رح تنحق بوين بالوركينج ريجستر خطوة اللي وراها نقوله للوركينج ريجستر على بورت بي الآن بما انه بورت بي معناه الوركينج ريجستر الآن رح نقوله على بورت بي الآن اي اشي بتنقوله على بورت بي رح ينعرض ويطلع وين على بورت بي للخارج إذا انتو حاطين لت رح يضون وبالتالي طبعا جوتو لأنه برنامجه بدي يظلوا يقرأ التايمر ويطبع ويطبعه أو يعرضه على بورت بي وبالتالي شباب هذا عبارة عن برنامج بيقرأ external input وبيعدي لي محتوى التايمر ومشان احنا نشوف التايمر بعيننا نعرض نتائجه على بورت بي فانتو بالبيت اش بقولي تايمر زيرو كلوك مع سويتش اش بقولي بورت بي مع لدات مع لد واعملوا run وشوفوا شو بطلع معكم اكيد كل ما تعملوا كلوك قيمة الكاونتر بيزيد واللوب هاي تعرض الكاونتر دائما وين على 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 بورت بي تمام شباب وبالتالي هنا هذا عبارة عن برنامج بعمله فعليا هو عبارة عن object أو event counting يعني حدث معين بيصير برة سواء بوش بوتن ضغطه على بوش بوتن أو على اي اكشن والكاونتر تاعي بيزيد بواحد بناء على وبالتالي تايمر زيرو في عدد ايش عدد الاكشن اللي بيصير الوين على تي زيرو كلوك وبالتالي الكاونتر تاعي ممكن استخدمه أو التايمر تاعي ممكن استخدمه كاونتر أوكي بيعدلي احداث خارجي تيجيلي عبر تيزيرو كلوك تمام شباب طيب أوكي الآن خلينا نشوف برنامج ثاني شباب احيانا يا شباب ممكن انت تكتب برنامج ممكن تحتاج لديلي يعني تكتب function بعمل ديلي أوكي كيف يعني بعمل ديلي يعني مثلا انا بدي اعمل برنامج وبيدي اعمل ديلي فهل بقدر استخدمي التايمر حتى اقدر اعمل generate لتايم ديلي الجواب نعم منقدر الآن شوفوا بهذا البرنامج يا شباب في عندنا صب روتين اسمه ديلي فايف صب روتين فهيك بعطي اسمه ديلي فايف واخر جملة فيه رتا هذي يا شباب لما تستدعو ما بعمل اي شي الا انه بعمل ديلي لمدة خمسة ميلي سيكند خمسة ميلي سيكند طيب يعني لما نروع عليه هذا بعمل لي ديلي لمدة خمسة ميلي سيكند لما نستدعي لما نرجع يا شباب لما نرجع بكون فعليا اخرني خمسة ميلي سيكند فالسؤال التاعي هل بقدر استخدم التايمر اللي موجود عندنا كأنه حتى اقدر اعمل ديلي الجواب نعم طلعوا لي يا شباب الان الان انتبهوا لو قلتلكو التالي لو حطينا انيشال فاليو داخل التايمر انا بعرف تايمر زيرو تايمر زيرو لو حطيت فيه قيمة ابتدائية وخليت التايمر يعد وانا بعرف السرعة اللي بيعد عليها الكلوك اللي بيشتغل عليها افردوا افردوا هذا التايمر كان رقم لما صار بالاخيرة فلل لما عبه ايجا بعمل overflow هسا السؤال تاعي تقدروا تعرفوا عدد الكلوك اللي ايجاتو لحتى عمل overflow انا بعرف يا شباب كل كلوك بتيجي بزيد بواحد وبالتالي طبعا كل كلوك بتيجي من بعد الpre scale ومن بعد تقسيم اربعة الoscillation تقسيم اربعة ومن بعد الpre scale انا بعرف اذا كل كلوك بتيجينا العداد تاعي يا شباب بزيد بواحد وبالتالي لما انا ابدأ بقيمة معينة ولما يوصل للoverflow طبعا كيف بوصل للoverflow في بت اللي انتربت control في بت رقم اثنين هاي اللي بصير واحد تلقائي لما يصير overflow بقدر افحصها فبالتالي بقدر اعرف overflow اذا لما التايمر يكون في قيمة ابتدائية ويظل يعد كل كلوك بيعد بواحد كل كلوك بيعد بواحد كل كلوك بيعد بواحد الان السؤال تاعي يا شباب لو وصل للoverflow الان السؤال تاعي هل بقدر اعرف قديش الزمن او اللي احتجناه حتى نوصل للoverflow نعم بقدر احسبه اللي هو بطرح الرقم اللي بدو وصله بالoverflow ناقص الانيشيال باليو اللي كنت عندها فبالتالي بعرف قديش عدد العدات اللي عدهن وانا بعرف لكلوك الوحدة قديش زمنها وبالتالي بقدر احسب قديش الطايم اللي احتاجه التايمر هذا حتى يعمل ايش overflow يعني انتبهوا لو الكاونتر تاعي اعبي 131 هذا الطايمر 0 اعبي initial value decimal 131 طيب افرضوا يا شباب اوكي افرضوا بعد افرضوا بعد فترة عمل overflow اوكي الان طبعا هذا جاييته كلوك صح رح يبدل شعد 131 كلوك الثاني 132 133 الى الى اخره لحديت ما يوصل ل ال ايش ال 255 بعد ما يوصل ل 255 برجع لقديش للصفر وبالتالي بهاي الحالة رح يعمل overflow وبالتالي اكمن كلوك سايكل بالتالي بحاجة حتى يعمل overflow اذا متى يا شباب رح يعمل overflow بعد اكمن كلوك سايكل رح يطلع رح يطلع 2 1 يعني بعد 125 كلوك سايكل يجتني من هون طبعا بعد تقسيم على 4 وبعد بري سكيل يعني بعد 125 كلوك سايكل بعملي overflow صح اذا هو 131 الساعة اجت كلوك 132 اجت كلوك لحد اخر يوصل 255 اجت كلوك صار صفر عمل overflow طبعا كمين كلوك احتجنا 256 ناقص 131 فتطلع 125 كلوك سايكل او سايكل بحي يحتاج طب لو قدتلكو انه الكلوك السايكل الوحدة 40 مايكرو سكند معناته بعد اكمن time رح يعمل overflow طبعا يا شباب السايكل اللي واحدة 40 مايكرو طبعا كيف بعرفها من الحسابات تمام يعني بعد ما عملنا تقسيم اربعة لل للفريكونسي وبعد ما عملنا اللي هو البري سكيل فبالتالي طلعت 40 مايكرو سكند اذا كل كلوك 40 مايكرو سكند انا احتجت حتى صار overflow 125 معناته بهاي الحالة قداش رح نحتاج يا شباب وقت قداش رح نحتاج وقت او قداش رح نحتاج time حتى صار overflow فحسب الموجود رح يكون 125 cycle ضرب الcycle الوحدة 40 مايكرو سكند الان الجواب اللي بطلع هذا هو عبارة عن ايش time اللازم او هذا عبارة عن ايش شباب هو عبارة عن الوقت اللي رح نعمل ديليه او ادق هذا شباب هو عبارة عن الوقت اللي رح يحتاج تايم 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 اللي نبلش من 31 حتى يعمل overflow مرة ثانية الوقت هو عبارة عن time اللي رح يحتاج تايم اللي يبلش من 31 حتى يعمل overflow صح طب قداش شباب الله هاي الرقم ضربوا لياهن مع بعض الآن يا شباب بعد ما نضرب ال125 ضرب 40 مايكرو سكند رح يطلع قداش رح يطلع لي 500 500 ولا 5000 صح مايكرو سكند يعني قداش 5 ميلي ممتاز وبالتالي شباب هذا البدية إذن أنا إذا timer 0 عبيته 131 وخليته يشتغل على الكلوك بتاعة الجهاز طبعا وأنا بكون أعارف سرعته ماشي تمام وخليته يشتغل وأنا عارف سرعته بحيث أنه أعرف أنا هذا الرقم وبالتالي بهاي الحالة معناته timer تاعي رح يعمل overflow متى بعد 5 ميلي سكند طبعا معناها كيف code delay تابه يا شباب هاي code delay code delay رح نعمل تابه 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 الو 131 رح نحط رقم ديسم 131 بال working directory بعدينك شو راح نعمل شو راح نعمل راح ننقل الworking directory لتايمر 0 تمام لتايمر 0 الان تايمر 0 شو راح يكون فيه شباب راح يصير فيه 131 بس لحظة مباشرة الان مباشرة طبعا بس اكيد من نكون مهيئين التايمر انه يشتقل على الانترنال وصليش على الانترنال لك لك هاي من ننتبهلها ماشي يعني نكون احنا مسبقا محددينها هاي نقطة الأولى تمام وبالتالي يعني التايمر لازم يكون عاملين ومختارين بانك ايش بانك 1 بانك 0 اوكي الان موف 131 الان موف WF timer 0 هاي راح تنقول الworking الworking register اله 131 راح تنقول على timer 0 الان قيمة timer 0 راح تصير قديش 131 الان تعرف وشو راح يصير مباشرة هذا التايمر راح تيجي كلوك الجهاز ورح يبدأ يعد يعني مش راح يظل يستنى علينا لا لحاله بصير يعد هذا بيشتغل بشكل منفصل عن الماكرو كنترولر عن برنامجنا يعني فبصير يشتغل لحاله طيب بس احنا شو مهمتنا يا شباب شو المهمة تبعيتنا timer هذا كيف بعرف انه عمل overflow هذا راح يصير يزيد كل كلوك بتيجي بزيد بواحد يعني هسع برنامج مش شغال بكون هو بصير الان بزيد بواحد مجرد ما عبيته قيمة مباشرة راح يشتغل فبصير كل ما تيجي كلوك مية وثلاثة مية وثلاثة فبرنامج بيكون شغال وهو يعد وهو يعمل ايش يزيد بهاي الحالة بناء على كلوك اللي جايته ايوه وبالتالي اوكي الان كيف بحرف انه انا صار اوفرفلو الان لما بفحص البيت رقم اثنين اللي موجود بالانترابت كونترول هاي البيت مجرد ما صار اوفرفلو التي زيرو ايف بصير واحد وبالتالي احنا خلاص اوكي منظن اذا نستنى الاوفرفلو كيف منظن نستنى الاوفرفلو منظن نعمل بيت تست بيت تست skip f6 لانترابت كونترول اثنين بفحص اذا 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 مش set منعنا go to dll dll فبروح هون يعني بدي ظلوا ينفذ باللوب هاي شباب لحد متى رح يظلوا ينفذ باللوب هاي لحد ديت التايمر ما يعمل اوفرفلو وبالتالي التايمر رح يعمل اوفرفلو متى من 31 ل 5 من 31 إلى 255 بعدينك بدي يرجع لصفر وبالتالي 100% بعد 5 ميلي سكند تقريبا لان بعد هيك لما يوصل ويعمل اوفرفلو طبعا اكيد بعد 5 ميلي سكند مباشرة TFI 0 رح تصير 1 معناته هاي التست رح تنجح وبالتالي رح يعمل skip معناها رح يجي لهون بت clear لازم نعمل clear لهاي بت دائما احنا مسؤولين عنها فبنعمل ها clear وبالاخير بنعمل return وبالتالي يا شباب 100% هذا اللي هون الكود تنفذ تقريبا 5 ميلي سكند شايفين يا شباب طبعا اذا بدكوا اكثر او اقل بتغيروا هاي القيمة وبالتالي تايمر تاعي استخدمته واحدة من البرامج هون كdelay وبالتالي اي حدا يا شباب بيستدعي هذا الفونكشن اللي اسمه delay 100% اي حدا بيستدعيه من هون رح يجي لهون هذا رح يحط لهم 131 ورح تايمر زيرو يبلش عد ومستحيل يطلع من هاي اللوب الا بعد ما يعمل overflow يعني بعد 5 ميلي سكند وبالتالي بعد ما يعمل overflow اكيد هاي رح نطلع احنا من اللوب وبالتالي رح نيجي لهون اوكي وبالتالي رح نطلع ونرجع للمكان اللي يجينا منه معناته كأنه احنا عملنا delay لخمسة ميلي سكند شو رايكو شباب هسا ما ننتبه للنقطة كثير مهمة احنا اثناء هاي اللوب بيكون الماكرو بروشيسر جوه الماكرو كونتولر بنفذ بهاي اللوب والتايمر قاعد بنفذ لحاله هذا تايمر بيشتغل كتايمر وبعد 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 زي اوكي شباب وبالتالي هذا كود بيعمل delay لخمسة ميلي سكند الحسابات تاي ضروري تعرفوها تمام والكود هذا هو اللي بيعمل delay بس مناش ننسى انه نعمل configuration للتايمر تاي انا اكيد حدد شو الانبوت وشو الاشياء هاي تاي طيب اوكي شو اي سؤال يا شباب طيب الآن زي ما انتو شايفين هون هذا البرنامج تاي موجود على origin one zero بالبداية شباب عامل بت set لل f مختار بت رقم خمسة بالstatus معناها مختار bank one خطوة ثانية محدد 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 لي الاتجاه للداتا بالبورت a register فبالترايز a حاط لي هذا البيت اهم اهم اشي اوكي هذا البيت اوكي الان بعدينك بالبورت بي عامل لي output output اوكي وهون عامل لي configuration لتايمر zero تمام هنا وبالتالي بهاي عامل لي محدد للبت و ال statement اللي وراها اوكي ناقل لي هذول البت لتايمر zero بما ان احنا زي ما حكينا ببانك one هذا عنوان التايمر zero هو نفس عنوان ال و بالتالي اي ال ال اللي بتكتب على تايمر zero طبعا اكيد رح ينكتب وين على على option register طبعا لاحقا بتعملوا clear للبت رقم خمسة بالstatus معناها رح ترجعوا لبانك zero فبالتالي اذا استخدمتوا الان label timer zero هاي معناته رح يعبر عنها بهذا ال register اذا هذا register timer zero هو اللي بزيد بواحد وهذا option register نلاحظه اللي هن نفس العنوان بس بختلفين بالبانك تمام بس بنتبهوا ايش عامل عامل configuration لمين هايو لتايمر zero محاطلي هاي واحد هاي البت حاطة واحد يعني هون شو مستخدم zero one zero تمام اذا البر zero one zero حسب التابل الموجود عندنا هون هايو zero one zero واحد الى ثمانية فبالتالي عامل بريس كيل بمقدار ثمانية تمام هايو بريس كيل zero one zero معناته بريس كيل محدده بمقدار ثمانية طبعا والانترنل انبوت اهم اشي لان هون بيجد يشغله على تايمر تاع الماكرو كنترولر وبالتالي شو هون بحط لي بتاي هايحط لي اياها صفر بترقم خمسة نعم هايها صفر ممتاز يعني مستخدم الانترنل انبوت والبريس كيل حاطة صفر معناها بدي يستخدم البريس كيل وحاطوا صفر واحد صفر هذا الكونفجريشن معناها رح نستخدم البريس كيل ثمانية تماما شباب وبالتالي وبالتالي هذا عبارة عن كو يعني هنا أصلا هاي عامل الكونفجريشن للتايمر بالإنشال بهذا الجزء بهذا الجزء تماما أوكي شباب الآن إذن إذا مننا نعمل delay بقدر أكتب ال delay كسب روتين وأستخدم التايمر ك يعني أو استخدم التايمر واستفيد من التايمر كأنه هو اللي يعمل لي delay طيب الآن مقدار ال delay باعتمد على ال initial value وباعتمد على ال click اللي وصلت ل من اللي وصلت للشباب للكاونتر تانا تمام كي شباب أوكي بس آخر الشيش الشباب قبل ما تخلص المحاضرة في عندنا نقطة كثير مهمة أوكي بالنسبة لل interrupt هذا موضوع interrupt إحنا زي ما منعرف الشباب لما يجي interrupt طوال الماكرو كنترولر بتوقف وبيروح بيعالج هذا الانترابت مش لكن سؤال قديش بده يعني يوقف وروح يعالج الانترابت هذا يا شباب منسميه زمن الاستجابة أو اللي تنسي فاللي تنسي يا شباب هو عبارة عن الزمن اللي من لما هو عبارة عن الوقت من لما يحدث الانترابت المقاطعة هذا إحنا بنحكي على الانترابت لحد ديت البروسيسور ما يستجيب لطلب هاي المقاطعة هذا بنسميه إحنا الليتنسي أوكي الآن هذا الليتنسي مش بشكل مباشر وبالتالي في وقت وبيعتمد على الهاردوير وخصائص البروغرام اللي إحنا بننفه وبالتالي هذا الوقت الليتنسي أوكي من أول ما يصير الانترابت لحد ما يصير لحد ما يستجيب الـ CPU للمقاطعة بيختلف من ماكرو بروسيسور الماكرو بروسيسور تمام يا شباب أوكي الآن يا شباب الطامق ديوغرام التالي بيبين لي كيفية التصرف أو استجابة ال big family أوكي المدرينج big family تمام مع مين مع ال external interrupt تمام يا شباب الآن نطلعوا لي يا شباب الأوصلية هنا في عندي clock 1 2 3 4 فعندي 4 clock زي ما بتعرف أنتو الـ instruction cycle تعيتي هي عبارة عن 4 4 clock oscillator وبالتالي كل 4 clock بتنفذ كل 4 clock تجي من الأوصليتر فعليا بتتنفذ لي 1 instruction وبالتالي هاي بنحكي عنها إحنا إيش هاي بنحكي عنها الـ instruction cycle أوكي الآن بالـ instruction cycle الوحدة زي ما انتو شايفين هون يا شباب بتكون قيمة الـ program counter bc وبالتالي الـ instruction اللي بنعملها fitch هي الـ instruction اللي على الـ bc أوكي وبما أنه أنا في عندي 2 stages بالـ pipeline تاع 2 stages بالـ pipeline تاع الـ big microcontroller معناها رح تكون instruction تنعمل fitch والـ instruction اللي على bc minus 1 بنعملها execute الآن افرضوا الـ interrupt الآن إجانا وإحنا نتفذ بهاي الـ instruction وبالتالي افرضوا أنا إذن أنا بنتفذ بـ instruction رح تحتاج لـ 4 clock oscillator فالآن رح تكون الـ program counter قيمة bc فالـ instruction اللي بنعملها fitch هي الـ instruction اللي على bc والـ instruction اللي بنعملها execute هي السابقة اللي على bc minus 1 الآن بالـ clock أو بالـ instruction cycle الثانية رح الـ program counter سيصير واحد وبالتالي زي ما بتعرفوا أنتو رح نروح الآن نعمل fitch للـ instruction اللي على program اللي زائد واحد وراح الـ instruction اللي على program counter كانت هي اللي رح نعملها execute الآن يا شباب إذن بالـ instruction اللي وراها بالـ instruction cycle اللي وراها تمام الـ bc رح يضل bc زائد واحد وبالتالي مش رح نعمل instruction fitch وكمان رح يكون عندنا هاي الـ instruction بالـ instruction execute رح تكون عبارة عن dummy cycle لأنه مش رح ننفذ الـ instruction اللي على bc زائد 1 تمام بعد هيك بالـ instruction cycle اللي وراها أوكي الآن program counter رح يصير قيمته 4 وبالتالي رح نعمل الآن fetch للـ instruction اللي على موقع 4 وبالـ execute مش رح يكون إشي موجود بعد هيك بشكل طبيعي الـ instruction اللي وراها رح ندخل الـ instruction رقم 5 وبالتالي program counter رح يصير قيمته 5 فالـ instruction اللي على رقم 5 رح اللي على موقع 4 هي اللي رح نعملها execute وبالتالي اللي تنسي تاعي رح يكون بهاي الحالة هذا هو اللي تنسي اللي تنسي اللي تنسي يا شباب هو عبارة عن time من أول ما يصير الـ interrupt لأول ما تتنفذ الـ instruction اللي على موقع 4 هيها هو أنا تنفيذ الـ instruction وبالتالي هذا الـ time يسميه interrupt latency وهو تقريبا من ثلاث لأربعة t-cycle تقريبا من ثلاث لأربعة اللي هو t-clock cycle حيث t-cycle هي instruction cycle time وبالتالي اللحظة واحد اثنين ثلاثة تقريبا ثلاث يعني بين الثلاث والأربعة هذا time حتى نبدأ ننفذ الـ instruction اللي على ابتداء على موقع 4 شباب وبالتالي شباب هذا اللي فيما يتعلق بالinterrupt latency احنا زي ما بنعرفي شباب انه مجرد ما صار interrupt طوالي الـ instruction اللي صار عندها interrupt بتكمل تنفيذ تمام instruction بتكمل تنفيذ وبعد هيك احنا وين منروح منروح على الـ interrupt vector اللي هو الـ instruction اللي على موقع 4 وهذا فعليا اللي صار هون ترى هذا فعليا اللي صار هون اول ما صار interrupt تمام وانا بعمل pitch للـ instruction اللي على bc وبالتالي الساكل اللي وراها نعملها execute هذا الساكل اللي احتجناه هون حتى نعملها execute تمام لكن هون تمام هذي الساكل بسبب الـ hardware يعني اعتبارات الـ hardware وبعض خصائص الـ running أو بعض الخصائص الـ program running أوكي خلت خلت انه هون يكون عندي cycle مش مش مستخدمة الان بعد هاي الساكل اوكي عملنا الان fetch للـ instruction اللي على موقع 4 بعد هيك شباب الان بالـ الساكل اللي وراها عملنا execute للـ instruction اللي على موقع 4 وبالتالي time من اول ما يصير interrupt تحديد ما صار execute هاي اسمه time latency تمام شباب اوكي هيكي شباب بعطيكم الف عافية وبكون احنا خلصنا هذا شباب